السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هشوف مع بعض مثال عملي على CMMS وده نظام بسهدا في الشركات والمولات والأماكن الحيوية بحس بقى فيه اي مشاكل تسجل ان فيه حاجة مفروض تعمل لها سيونة فمسلا هتيجي هنا هتلاقي الاستس الاصولة الموجودة المفروض ان احنا نعمل لها سيونة ولو فيه اي مشاكل نقدر نقول ان مثلا عمل السيونة يروحي صالح الحاجة ديت مثلا بلانت وعن نبدأ نشوف المعلومات اللي فيها وده الQR بحيس ان انت معاك المسح فتقدر تاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها ده وورك أوردر ممكن تعمل هنا من تقوله create work request فتقول مثلا ان فيه مشكلة فيه الاتسان فيك مثلا ولازم تعمل وصف لها على اساس ايه اللي يتغير او ايه اللي يتعدل لو فيه اي ملف اكسل او صور تقدر انت عملها upload او تحط لينك للملف دوت وتقوله create ده طيب للمشكلة ونقل priority بتاعتها urgent وتقوله create تقدر تعمل واحد كمان ده الترجم بتاعك مثلا برنات one وده الشخص اللي اللي عمل طلب دوت ان فيه حاجة مفروض انها تصلح ده الwork order ده الwork order ده الwork order اللي احنا كنا لسه عاملينه request تقدر ان انت تتعلم عليه تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز لو عندك order كتير فتقدر ان انت تختار وتعمل فلترة ليهم تقوله مثلا من تاريخ كذا لتاريخ كذا فيبدأ ان هو يفلتر لك الحاجات assign to الحاجات دي مفروض من اللي يعملها من العمال يعني من 3 planet تقدر تقوله شو او reset لو فيه task code تقدر تظهر معي هنا ممكن تقوله task list هنجبها من planet one N department department تقدر انت تدفع ممكن تلغيها تعمل search نسبة لي و job planet تقدر نقول مثلا احنا عايزين من هنا department job planet name مثلا x الوصف بتاعها التاريخ بتاعتها start date و ال end date و تقوله add job report job report status لما تخلص هتقوله بيس ان اخر ستتعملها save و و و و و